اليوم الأربعاء 15 أغسطس من نيويورك لتريدينج سنترل أنا لويال أكوا يبدو أن هناك بداية أخرى مثيرة للاهتمام لجلسة التداول مع استمرار التوترات التجارية حيث يتطلع مؤشر الداو جونز إلى بعض الاستقرار بعد جلستين من التداول الذي شهدت هلو المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد التركي وفي الوقت نفسي فإننا بيعد تجزية ورقم الإنتاج الصناعي سدستر اليوم أما في أسواق العملات اليورو أمام الدولار المقاومة الرئيسية عند 1.430 التركيز حيث اخترق هذا الزوج دون خط الترند الصاعد ويقع تحت المتوسطات المتحركة داعيا إلى الانخفاض مواقع بيع دون 1.430 مع هداف عند 1.1365 و 1.1340 في الامتداد أما الجنيه أمام الدولار فلا يزال التحييص سعوديا الدولار الأمريكي أمام الياباني اختراق خط الاتجاه الهبوطي بينما البيتكوين أمام الدولار خلال اليوم يسده الجانب الأسفل طالما أن مستوى المقاومة هي عند 6.131 نقطة المحورية أيضا عند 6.131 أما في المعادن الثمينة فالذهب لا يزال في انخفاض حيث يظل في الاتجاه الهبوطي متوجا بسبب انخفاض متوسطات المتحركة مواقع البيع القاسرة تحت 1.221 والأهداف عند 1.189 و 1.184 ونصف في الانتداد ترجمة نانسي قنقر